لم يبني رسولنا أمة تتشابه في عقولها وتفكيرها بل جعلهم متنوعين وشاملين كل مجالات الحياة لتكون الحضارة الإسلامية منبع الدين والفقه والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلك والهندسة والطب والشعر والكيمياء والفيزياء والرياضة وغيرها وغيرها من العلوم التي نهل من معينها الغرب كثيرا أرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج كما ربهم عضيفنا فضيلة الأستاذ رضا الحديثي للحديث عن طريقة التربية النبوية في تفرد النتائج وليس تشابهية أهلا ومحبا بك أستاذ رضا حياك الله وإياك ماذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتفرد وليس التشابه بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء كلمة التشابه وكلمة التفرد تعكس أزمة حقيقية لمسناها وشاهدناها ولذلك كانت المنهجية النبوية هي الإجابة الحقيقية لهذه الأزمة نحن الآن عندما نريد أن نؤسس بناء تربويا نضع أهداف تربويا نعم ونريد أن نحققها في الجميع ونكتشف بعد محاولات ومحاولات أنها لم تتحقق في حديث رويه سيدنا الإمام علي في صحيح البخاري يقول ما أكثر ما كنا نقول دخل رسول الله وأبو بكر وعمر جاء رسول الله وأبو بكر وعمر ذهب رسول الله وأبو بكر وعمر في المصطلح التربوي المعاصر نسميه المعايشة التربوية المعايشة التربوية أكثر شخصيتين رافق النبي طيلة حياته هم وزيراه هم أبو بكر وعمر سنين طوال سيدنا أبو بكر من اللحظة الأولى للبعثة وسيدنا عمر من السنة الخامسة للبعثة لكنهم وزيراه المرافقان لكن النبي عليه الصلاة والسلام المربي الأعظم لم يحولهما إلى نسخة واحدة كيف هذا المربي لم يستطع أن يعيد سقل شخصياتهم من جديد ليكون منهم الصورة النموذجية المثالية من البشر لماذا أبو بكر الذي وصف بالرحمة قبل الإسلام وصف بالرحمة بعد الإسلام ولماذا عمر وصف بالشدة والغلضة قبل الإسلام ووصف بالشدة والغلضة بعد الإسلام إذن ما الذي غيره النبي فيهم؟ ما هو الأثر الذي غيره النبي فيهم ليكون عمر عمر وليكون أبو بكر أبو بكر؟ هذه الإجابة أو هذا السؤال الكبير هو الذي سيفسر لنا حقيقة منهجية النبي عليه السلام في البناء هل كان النبي يبحث عن صورة نموذجية لأهداف تربوية محددة يريد أن يصنعها في الجميع فصنعها عند الجميع ولا الأمر غير ذلك الحقيقة حين نراها سندرك أن المنتج النهائي يفسر لنا آلية منهجية التربية المنتج النهائي يقول النبي كما ذكرنا في جلسات سابقة أرحم أمتي بأمتي وأشدهم في أمر الله قمة الرحمة وقمة الشدة رغم أنهما تخرج من مدرسة تربوية واحدة هذا يعني أن المنهج النبوي يخرج لنا أناسا متفردين وليسوا أناسا متشابهين لا يوجد في المستهدف التربوي النبوي صورة مثالية يحاول أن ينمت الصحابة جميعا بهذه الصورة لا النبي صنع فيهم التفرد ولم يصنع فيهم التشارك